طيب من السودان نتجه للبنان وطبعا احنا بيبقى لينا متابعة يومية لان فيه كل يوم تطور جديد فيما تعلق بالمشهد اللبناني سوف نتكلم بقى على قصة المحاسبة والمساءلة اللي بيحصل على الارض استقرار الوضع على المستوى السياسي الوضع الاقتصادي كمان لكن يمكن هنتكلم دلوقتي في الجزء الانساني لان كل هذه الاشياء بتبقى محل يعني شد وجذب وتوافقات وتجاذبات وكل ما ليه علاقة يعني لحل طبعا المسألة الاقتصادية وطبعا المحاسبة السياسية والجنائية لكن اللي ما بنقدرش نستنى عليه هو الوضع الانساني انه الناس يعني اشققنا في لبنان قصة يعني الحاجات الغذائية او المعيشية طلبات المعيشية كمان بعد انفجار طبعا بتاع مرفق بيروت عدد الجرحة يعني بالالاف فكان فيه يعني القصة بقى اللي هي الحاجات الطبية والتجهيزات الطبية المستوزمات الجراحات لان طبعا قصة الحاجة لجرحين واطباء يتعاملوا طبعا مع الاصابات الكتيرة اللي حصلت ربنا طبعا ينجي الجميع باذن الله فكان من هنا الدعم المصري لاشققنا في لبنان وكنت بقول لحدكم من شوية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ما حصلت هذه الازمة المروعة قال على طول جسر طيران ما بين مصر ولبنان على الفور انه فيه اي مشكلة فيه اي حاجة نمد اشققنا في لبنان بكل احتياجاتهم النهاردة بنقول فيه طيارة مصرية كان عليها وصلت النهاردة لمطار رفيق الحرير الدولة هو مطار بيروت يعني كان عليها طاقم واحد وعشرين طبيب وجراح مصريين طبعا رايحين عشان يقدموا الدعم للمنظومة الطبية اللبنانية للتعامل طبعا مع حالات الاصابة اللي حصلت نتيجة لهذا الانفجار المدمر غير كده كمان كل المستزمات طبعا الطبية والجراحية كانت على متن هذه الطيارة الطيارة كان عليها حوالي نص طن من المعدات والأدوات والمستزمات الطبية والجراحية اللي هيستعملها السادة الأطباء طبعا خلال فترة تواجدهم في لبنان لعلاج الجرحة وتقديم المساعدة الطبية لهم دائما بنقول ما هياش مساعدة على قد ما هو واجب واجب انساني ان الناس مع بعضها الشعوب مع بعضها هنا بيبقى بتقرب وبيبقى فيه جسور من التفاهم والتواصل بعد كده بتأثر كتير من المسافات عند الحاجة عند اي مشكلة عند اي حاجة لأ بتلاقي اللي انت عملته ده ما بيروحش ابدا اشتركوا في القناة